شهدت مدينة غوري الواقعة بإقليم لغون الشرقي عمال عنف بين السكان أدت إلى سقوط جرحة هذا الأمر استدعى نزول حاكم إقليم لغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهديئة الأوضاع تقرير أحمد حامد عبد المشيد مدينة غوري الواقعة بإقليم لغون الشرقي شهدت حادثة غريبة من نوعها حيث تحول شجارا بسيطا بين جارين يقيما بنفس الحي إلى جريمة قتل غير مبررة بسبب قطف ثمار شجرة المانغو المملوكة لأحدهما وعليه قررت عائلة الضحية الأخذ بالثأر وفور انتشار الأخبار في المدينة تدخل عمدة بلدية غوري ورئيس السلطة التقليدية بالمنطقة إلى جانب عناصر أفراد الأمن الذين حاولوا تفرقة الحشود والمجموعات التي سعت إلى نشر الفوضى والزعر بالمدينة ونتج عن عملية فضة تجمهر والاشتباكات خمسة قتلى واثنى عشر جريحا ستة منهم في حالة خطرة وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لمدينة موندو حاكم إقليم لغون الشرقي آدم نوكي شرف الدين بصفته المسؤول الأول بالإقليم قام بإجراء زيارة ميدانية للوقوف على ملابسات الحادث وطلب بتسليم جسد الضحايا إلى عائلاتهم للقيام بمراسم الدفن كما طلب من الجهات الأمنية بالإقليم القيام بحملة تفتيش واسعة للبحث عن أي أسلحة أو معدات يمكن أن تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار المواطنين هذا وسيتم عقد اجتماع طارق يضم رؤساء السلطة التقليدية ورجال الدين ومختلف المسؤولين بالإقليم بهدف مناقشة الوضع وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل شكرا